قبل برضو ما نروح لماتش النهاردة عايز اتكلم في موضوع تاني ونقطة تاني بعض الاعلاميين في نادي الزمالك او بينتموا النادي الزمالك بيقولك ايه واعدوا يقولوها كتير جدا الفترة اللي فاتت هو ليه لعيبة الاهلي مش بيجولهم عروض زي لعيبة الزمالك ما انا لو اتكلمت انا ممكن اتكلم اتكلم ساعتين بس انا برضو مش عايز اتكلم لان نادي الزمالك نادي كبير وفي لعيبة في نادي الزمالك لعيبة كبيرة وانا مش عايز اخدها بالاسلوب دوت اللي هو زي الناس اللي تقعد تسخن وتهيك لا 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 الناس يقولك ايه الاعلاميين بتقعد نادي الزمالك لعيبة الزمالك افضل ولعيبة الزمالك احسن فنيا ولعيبة الزمالك عشان هم احسن فنيا وبيجي لهم عروض كل يوم مين لقل كده اولا احنا بنحترم نادي الزمالك ولعيبة نادي الزمالك من الاول من البداية وفيهم طبعاً لعيبة كويسين كويس؟ لكن لعيبة النادي الاهلي في مكانة تانية خالص في مكانة تانية خالص ولعيبة النادي الاهلي بمجرد دخول اللعيب جوه النادي الاهلي بيبقى كل انتماء للنادي الاهلي اللي بيشت ده يبقى حاجة تانية اللي بيشت يبقى شاز مش شاز لا قدر الله كلمة مش كويسة لا لا شاز في حتة الانتماء للنادي الاهلي احنا دايماً بيميزنا حاجة كمان في النادي الأهلي من فترة كبيرة الأداء الجماعي لأن فريق النادي الأهلي كله هو النجم ده الشعار الأساسي عندنا مفيش حد نجم وعلي على الفريق نفسه طب ليه ما بتجيش عروض لعيبة النادي الأهلي أقولك أنا ليه بقى هقولك ماشي لعيبة النادي الأهلي بتلعب في أحسن نادي في الشرق الأوسط لعيبة النادي الأهلي بتتعامل أحسن معاولة معاملة لعيبة النادي الأهلي بتاخد حقوقها قبل ما تتكلم مفيش حد بيعترض ولا بيتكلم ويقول أنا ناقصني كذا أو أنا عايز من نادي مفيش كده عندنا احنا مفيش طول عمرنا كده على فكرة لعيبة النادي الأهلي بتتعامل مع ناس محترفة في الإدارة لعيبة النادي الأهلي بتتعامل الصغير زي الكبير تعاقدات النادي الأهلي مع كل بني آدم بكل كل مليم بياخدها في وقتها وزي دي اللي أنا قلته بقى قبل كده في الأول خالص أنت بتلعب في أحسن نادي في الشرق الأوسط في أحسن منظومة في الشرق الأوسط لعيبة لعبة في كاس العالم الأندية وحتلعب في كاس العالم الأندية مع نجوم العالم وأسطيل العالم أول الشهر اللي جاي طب ليه بقى أنت أو أنت كده بتفكر أن أنا عايزة أمشي من النادي أن أنا أشوف أي عرض آه ممكن 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 تحصل حالات بعض الحالات بعض الحالات زي ما حصلت إنما أنا بلعب في حتة مستريح فيها قوي بلعب في أحسن نادي بلعب في أحسن منظومة بلعب في أفضل جو يهيأ للاعب كرة القدر ليه بقى أنا حابص إن أنا أروح بره ده أنا في حتة هنا فوق كده واللي تحتية بني وبينهم زي بين السماء والأرض يبقى عن سيب النادي لأهلي ليه خلي بالكم دي طول عمرها كده وزي ما قلنا في بعض الحالات الشاز في التصرفات إنه هو يعني اللي بيقولك اللي اللي يتموح واللي عايز يزود رصيد مادي واللي بيبص للحاجة معينة آه إنما النادي الأهلي طول ما أنا بلعب وطول بصوا طول ما أنا بلعب باخد حقي وفي منظومة في النادي الأهلي محدش يقدر يتعدى المنظومة دي وليس إلها أبدا لأن النادي الأهلي طول عمره قيمه ومبادئه وتاريخه هي اللي بتحكم كويس؟ وخلي بالكم النادي الأهلي لما بيجي لعيب ويقوله أنا عايز أخذ تجربة الاحتراف برة يقولوله ماشي على عيننا وعلى رأسنا حيات النادي وإحنا نتفاوض معاه لو هو عنده اللي عايز يخد التجربة آه تفضل تعالى النادي اللي أنت عايزك ونتكلم ولو فيه إمكانية إن إحنا نسيبك وتروح تروح فيش مشكلة النادي الأهلي بيعملش كده إنما حسب حسب إيه؟ حسب الرؤية الفنية للموجود والمسؤول عن الفريق والنادي الأهلي ما بيقفش في طريق حد أبدا لو جاله عرض كويس بس مهم ترجمة نانسي قنقر